ما هو الانزلاق الغضروفي؟ لعيغني ديسكال أغلب الحالات تصيب الفقارات القطنية أسفل الظهر وعددها خمسة L1, L2, L3, L4, L5 وتليهم S1 ما هو الغضروف؟ لديسك هو مركب مطاطي شبه دائري يربط بين الفقارات مكون من قطعة متينة خارجية ونواة عجينية داخلية ما هي علاقته بالأعصاب؟ يمن النخاع الشوكي والأعصاب في القناة العصبية مباشرة خلف الغضروف كيف يتكون الانزلاق الغضروفي؟ البداية تكون بتشقق الجدار الخارجي مما يؤدي إلى خروج النواة والضغط على العصب فينتج عن ذلك آلام حدة في الساق ما هو المسار الطبيعي للانزلاق الغضروفي؟ في الأيام الأولى يكون الألم الجد حاد ثم يتناقص شيئا فشيئا تلقائيا حتى يزول تماما في فترة تتراوح بين شهر ونصف إلى الشهرين إحصائيا 9 من 10 من المصابين بالانزلاق الغضروفي يشفون تلقائيا كيف تعالج الآلام؟ هناك عدة وسائل متكاملة فيما بينها لتخفيف الآلم ومنها الأدوية بكل أنواعها وطرق تناولها الطب الفيزيائي بكل أنواعه والطرق المعقولة للطب البديل ما هي الحالات التي تستدعي الجراحة؟ الحالة الأولى عندما يفوق الألم مدة شهرين متتاليين بعد فشل كل طرق العلاج المذكورة سابقا الحالة الثانية هي حالة استعجالية تظهر فيها أعراض حسية وحركية منها فشل في الرجل وعدم القدرة على المشي بسبب تلف العصب الحالة الأخيرة جد مستعجلة تستدعي تدخل الجراحي في أقرب الآجال إن ظهرت صعوبة في التبول والضحف جنسي بجانب إحاقة حسية وحركية في الساقين ما هو التدخل المحدود المنظاري؟ هي تقنية حديثة تعطي صورة حية بأدق التفاصيل تعتمد على المنظار المكون من كاميرا مكبرة وألياف بصرية مضيئة ما هي فوائد التدخل المحدود المنظاري؟ أولاً الدقة بالاعتماد على أحسن وسيلة بصرية وهي المنظار ثانياً الأمان بتحديد التدخل على مركز الإصابة دون المساس بغيره ثالثاً الفعالية بنسبة نجاح تفوق 90% إحصائياً رابعاً يزول الألم فوراً بعد العملية ويسمح بالوقوف والمشي دون الاعتماد على أي وسيلة خامساً دخول العيادة والرجوع للمنزل يكون في 24 ساعة سادساً بعد العملية لا توضع غرز خياطة ولا حاجة لتغيير الضمادات الإغتسال مسموح النشاط الحركي مستحب واستئناف العمل يكون بعد أسبوع هل أصبر على الألم أم أجري العملية؟ لمعرفة ذلك لابد من فحص دقيق ودراسة الاستكشافات اللازمة ومن ثم تقييم العلاج المناسب لكل حالة ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال برقم العيادة 05-56-918-932 ثلاثون